موسيقى عزائي محبي اللغة الفرنسية طلاب الصف الثالث الثانوي أهلا بكم نلتقي اليوم مع حرف الجر شي حرف الجر شي له معاني عديدة بمعنى لدى عند لدن أو في إذا ديني شه مو هو تعش عندي بوزت شهو البيت بيتك فرد شهو بالقرب منكم في كم شه تو تصرف على سجيتك ان ذا شه مو أو شه تو نذهب إلى بيتي أو إلى بيتك ان ذا شه لكوافر هو يذهب عند الحلاق نستخدم حرف الجر شي مع اسم شخص اكزامل عزائي دارس اللغة الفرنسية لاحظ أن حرف الجر شي لا يأتي قبل الاسم مباشرة ولكن يأتي بعده محدد مثل أداة المعرفة في المثال الأول والأخير وصفة الملكية ما في المثال الثاني حرف الجر شي يأتي مع الأفعال التالية فعل علي يذهب مثال جو في شي مو أنا أذهب عندي أي في بيتي أو إلى بيتي حرف الجر شي يأتي أيضا مع فعل يأتي مع فعل غسطي يبقى الغسط شي زال إنها تبقى في بيتها أو عندها ذكرنا أن حرف الجر شي يأتي بعده اسم هذا الاسم ممكن يكون نام غبر أي اسم علم اكزامل انا أذهب عند مدام ديرون وهي اسم السيدة التي أذهب عندها أي أن مدام ديرون هي هنا نام غبر اسم علم إلوه شي فاني هي تذهب عند فاني فاني هنا نام غبر اسم علم عزيزي ديري سي لغال فرنسيه اتنسيون انتبه ان فرنسيه ان نبه با دير جو فيه على ميزان دو بول مي جو فيه شهي بول في اللغة الفرنسيه لا نقول أنا زاهب إلى منزل بول ولكن نقول جو فيه شهي بول أنا أذهب عند بول لابريبوزيشي يأتي بعده نام كومان نام كومان أي اسم عام أي لا يخص شخص بعينه اكزامل سويك اند جو في شهي مي باران في هذه العطلة أنا أذهب عند والدي مي باران هي نام كومان اسم عام لسواري أليو شهي من امي السهرة أقيمت عند صديقي جو فيه شهي لميدسان أنا أذهب عند الطبيب ماريون فا شهي لابولانجير براشته ديوبان ذهبت ماريون عند الخبازة لكي تشتري الخبز إذن حرف الجر شهي يأتي بعده نام كومان اسم عام يأتي بعد شهي أيضا يأتي بعده نام كومان يأتي بعده نام كومان يأتي بعده نام كومان يأتي بعده نام كومان لكي نتغنب تكرار اسم شخص نستبدلو بدمير توقيد ضمائر التوقيد هي موا أنا تو أنت لوي هو أل هي نو نحن فو أنتم أهم وأل هن اكزامبل انغانتر شنو نعود إلى بيتنا شنو هنا بمعنى بيتنا نو عبارة عن ضمير توكيد أتى بعد حرف الجر شهي ليكون معنى جديد بمعنى منزلنا عزيزي دارس اللغة الفرنسية ممكن أسألك أقولك شيكي عند من فاتو أنت زاهب والإجابة هتكون جو في شي لبيسيي أنا زاهب عند لبيسيي البقال إذا حرف الجر شهي يأتي بعده إنسان أما المكان فنستخدم قبله حرف الجر أ أو أو ألا أو أو بمعنى إلى أو في جو فيز على بولانجوري أنا أذهب إلى المخبز أ حرف جر يأتي بعده مكان وهو هنا لا بولانجوري أي المخبز ممكن أقول جو في شي لبولانجيي أنا أذهب عند الخبز إلى المخبز أو عند الخبز المعنى واحد لكن أ يأتي بعدها مكان وش يأتي بعدها إنسان يذهب إلى محل الظهور استخدمنا حرف الجر أ لأن جاء بعده مكان يمكننا التعبير عن المكان أيضا باستخدام حرف الجر شهي هو يذهب عند بائع الأظهار جو فيز على الكل أنا أذهب إلى المدرسة حرف الجر أ هنا جاء بعده مكان جو فيز على لبغيري أنا أذهب إلى مكتبة بيع الكتب جو فيز على لبغير أنا أذهب إلى بائع الكتب أو عند بائع الكتب لبغيري مكان لبغير شخصية أو إنسان أنا أذهب إلى نفس الحلاق أعزائي سعدت بكم في هذا الفيديو وأرجو أن أكون قد أفدتكم أرجو منكم تنزيل تطبيقنا لتختبر نفسك في كل منهج اللغة الفرنسية للصفوف الأول والثاني والثالث السانوي السلام عليكم ورحمة الله